أكد سمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أن تقريب التقريب بين الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإزالة الخلافات بينهم واجب لا أستطيع التخلي عنه جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير البلاد رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد جاسم الصقر في قصر بيان وتنشره جريدة الجريدة المحلية في عددها الصادر يوم غد ثلاثاء وقال سموه أن أي إرهاق وأي جهد مهما كانت صعبة تهن أمام إعادة اللحمة الخليجية وإزالة الخلافات وأضاف سموه أنه صعب علينا نحن الجيل الذي بنينا مجلس التعاون الخليجي قبل سبعة وثلاثين عاما أن نرى بين أعضائه تلك الخلافات والتي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه وأضح سموه أنا شخصيا عيشت اللبنة الأولى لبناء هذا المجلس منذ نحو أربعة عقود ولذا ليس سهلا على من هو مثلي عندما يكون حاكما أن يقف صامتا دون أن يفعل كل ما باستطاعته للتقريب بين الأشقاء وهذا واجب لا أستطيع التخلي عنه وكان سمو أمير البلاد زار في إطار جهوده لرب الصدع الخليجي كلنا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر حيث استقبل سموه بحفاوة كبيرة وأجرى محادثات جيدة وأخوية ولقي ترحيبا كبيرا من الجميع